استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفداً إيطالياً رفيع المستوى برئاسة السيد أنطاني يوطاياني نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية تأتي في إطار علاقات الصداقة الراصخة بين مصر وإيطاليا والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين حيث أكد السيد الرئيس في هذا الإطار ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التي تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر في مصر منوهاً إلى وجود أفاق واسعة للتعاون الاقتصادي على جميع الأصعدة وهو ما ثمنه الجانب الإيطالي مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية في مصر لسيما في مجالات الزراعة والغذاء في ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائي خلال المرحلة الراهنة التي يعاني فيها العالم من أزمات متتالية في هذا الصدد ذكر المتحدث الرسمي بأن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية وبحث جهود التعاون في مجال الطاقة واتفق الجانبان على مواصلة العمل في هذه المجالات خلال المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين ومواصلة التنصيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسياً واقتصادية